السلام عليكم من أكثر الأخطاء الشائعة اللي تحصل مع أكثر مربي الأغنام وخاصة المبتدين فيها التربية أنه يقدم للخراف أو الأغنام الموجودة عنده أو يكون شاريها من الأسواق كميات كبيرة من العلاف المركزة والنتيجة أكيد رح تكون حصول لكمة شديدة أو بشمة لهذه الأغنام وتوقف حركة الكرش وبالتالي النفوق خاصة إذا كانت لكمة شديدة فكيف نتجنب هذه الأخطاء القاتلة وما هي الأعراض اللي تظهر على النعجة أو الخاروف اللي تعرض للبشمة وطريقة العلاجة المناسبة وما هي أهم النصاح اللي يمكن اتباعها لمنع حدوث البشمة أو اللكمة للأغنام والمواشي فكل هذه التفاصيل رح تكون موضوع هذا الفيديو المهم فتابعوا معنا للنهاية للاستفادة من كل معلومة أو نصيحة نذكرها ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة جزاكم الله كل خير البشمة أو اللكمة هي حالة مرضية تحدث نتيجة أن الأغنام أو الماعز أو الأبقار تتناول كميات كبيرة من المواد العلفية وخاصة العلافة المركزة مثل الشعير أو الذرة أو القمح أو الخبز وغيرها من المركزات أخرى وامتلاء كرش الحيوان من هذه المركزات وطبعا هذه الكمية الكبيرة من العلافة المركز يكون الحيوان ممتعود عليها وبالتالي حدوث لكمة شديدة وتوقف حركة الكرش عند الحيوان ويزداد الأمر إلى الأسوأ في حال كانت هذه المواد المركزة اللي أكلها الحيوان سهلة التخمر في الكرش ويكون شرب كمية كبيرة من الماء بعد تناول هذه الكمية من العلافة المركز فيحصل مع الحيوان انتفاق للكرش أو تلبك وتأدي بالنهاية إلى نفوق الحيوان وطبعا سبب اللكمة الشديدة أو البشمة يكون نتيجة تقديم كمية كبيرة من العلافة المركزة للحيوانات أو نتيجة الانتقال المفاجئ من علف مالئ إلى علف مركز بدون التدريج في العلف أو يكون نتيجة دخول الأغنام أو المواشي إلى مستودع العلف وتناول كميات كبيرة من الخبز والعلافة الموجودة في المستودع وتناول هذه الكمية الكبيرة من العلفة المركز يأدي إلى ارتفاع حموضة الكرش وتوقف نشاط البكتيريا اللي تساعد على هضم العلف فتحدث صدمة للحيوان وتتوقف حركة الكرش وحدوث نفوق للحيوان إذا كانت لكمة شديدة ومن أهم العراض اللي نلاحظها أو نشاهدها على الحيوان المبشوم أو اللي يتعرض لللكمة هو الابتعاد عن العلف حالة خمول وبطء في المشي أو عرج خفيف في المشية وانتفاق الكرش وطحن الأسنان على بعضها وفي الحالات الشديدة رقود الحيوان على أحد الجوانب ولا يستطيع الوقوف وصعوبة في التنفس وطبعا في مثل هذه الحالات يكون الأمر صعب جدا في العلاج وخاصة إذا كان الحيوان شارب مي بكمية كبيرة فتتوقف حركة الكرش نهائيا ولا ينفع معه في هذه الحالة إلا السكين لأن العلاج في مثل هذه الحالة لا ينفع أما إذا كانت البشمة خفيفة أو متوسطة فيكون الحيوان في هذه الحالة حدث معه إسهال ويكون في عرج خفيف في المشية فالعلاج في مثل هذه الحالات ينفع بإذن الله ويتم العلاج بإعطاء مضاد تسمم مثل الأنتهستامين بالعضل أو بالوريد وأيضا إعطاء منشط للكرش مثل الليكسافيت ويمكن إعطاء زيت الزيتون بمقدار كوب بعد ساعة أو ساعتين من عطاء الليكسافيت فزيت الزيتون يعتبر ملين في مثل هذه الحالات في حال ما يكون الليكسافيت موجود أو غير متوفر يمكن إعطاء بيكربونات الصوديوم على شكل بودرة بمقدار ملعقة أو ملعقتين مع كوب ماء نحلها بشكل جيد ونجرعها للحيوان وفي البعض من المربين يستخدم البيض الني مع زيت الزيتون ويقوم بتجريعه للحيوان أو أي علاج يخفف حموضة الكرش عند الحيوان وفي الحالات اللي يحصل فيها سهل شديد نتيجة اللكمة يمكن أن نعطي للحيوان محلول شراب أملاح حتى ما يحصل مع الخاروف جفاف نتيجة الإسهال الشديد وفي حال استمر إسهال اللكمة لأكثر من يومين فيمكن أعطاء الحيوان شراب سلفة أو حقن من السلفة لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى يتوقف الإسهال ومن أهم النصاح اللي تفيد في منع حدوث اللكمة أو البشمة عند الأغنام والمواشي هي أنه نعطي العلف المركز بشكل تدريجي للأغنام بالإضافة إلى أعطاء العلف المالئ وفي حال حدوث البشمة أو اللكمة وعرفنا أنه أعطينا الأغنام زيادة في العلف المركز نقوم بمنع الأغنام من شرب الماء لمدة ستة أو سبع ساعات ونمشيها لأن شرب الماء وخاصة إذا كان الحيوان أكل كمية كبيرة تأدي إلى توقف الكرش والعلاج في هذه الحالة يكون صعب ومن أهم الإضافات اللي يمكن إضافتها للأعلاف المركزة هي كربونات الصوديوم بمقدار 1 إلى 1.5 كيلو لكل 100 كيلو علف مركز خاصة في حالة الأغنام أو الخراف اللي بدنا نسمنها لأن كربونات الصوديوم تخفف من حموضة الكرش في حال حدثت بشمة متوسطة أو بسيطة والانتباه دائما أن يكون مستودع العلف مقفل بشكل جيد أو بعيد عن متناول الحيوانات وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته